السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم إن شاء الله نتكلم على نوع من أنواع الصبريات فهو نوع مميز جدا له شكل خاص كما ترون هو يشبه ديل الفار أو الفول السيداني هو الاسم العامي له الفول السيداني وهو يسمى بنبات الشماي سيرس الشماي سيرس هو اسم الصبار ولكن شهرته بالعامية صبار الفول السيداني أو صبار ديل الفار كما يعرف في أغلب المشاتل أو في العامية عامة فهو نوع مميز جدا من الصبريات هو سهل العناية وسهل الاكثار أيضا وهو يتميز بأزهاره الرائعة التي نراها في الربيع وفي فصل الصيف أيضا وله القدرة على تحمل الظروف الجوية حتى درجات الحرارة المتدنية أو المرتفعة وبإمكانك تزرعه داخل المنزل أيضا تحت الإضاءة الصاطعة وهو من أنواع الصبريات المميزة وطبعا بالنسبة العناية به فهو لا يحتاج إلى عناية كثيرة فهو نوع طبعا الصبريات كلنا نعلم أنها ليست بحاجة إلى مياه كثيرة فهو يروى بانتظام على فترات متباعدة جدا وفي فصل الشتاء يقلل من الري أو بقدر الإمكان يعني ريات متباعدة جدا جدا في فصل الشتاء أما أزهاره فأزهاره كرمزية يعني كما نراها يعني ما شاء الله أزهار رائعة جدا وينمو بكثافة كبيرة وسريع النمو أيضا فهو من أنواع الصبريات المميزة جدا كشكل أو كأزهار خاصة حتى في أشواقه مميز بأشواقه في أشواقه غير مؤزية يعني إذا مسكت بإيذك ليس عليه ضرر بإذن الله تعالى فلا يضر بأشواقه ناعمة جدا فلا تؤذي وكما نرى يعني بإمكانك تزرعه في الأصص المعلقة أو في حديقة المنزل أو في الأصص العادية داخل المنزل فهو يعني سهل العناية به وسهل الإكثار أيضا وهو نباد يعني ما شاء الله تبرق الرحمن يتميز بجماله وجمال أزهاره أما بطريقة الإكثار طريقة سهلة جدا وبسيطة فبإمكانك تأخذ أي جزء من أو أي ساق من النبتة كما نرى ونضعه في تربة خفيفة جيدة الصرف ويسمد بسماد NPK مرة كل شهرين أو كل شهر أثناء فترة النمو وهو طبعا بالنسبة للريات متباعدة الإكثار كما نرى إكثار بأغس جزء من النبتة ونضعه في تربة خفيفة جيدة الصرف وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هاي النبتة الرائعة فلا تنسى الصلاة على النبي ولا تنسى اللايك والشير والاشتراك بالقناة والسلام عليكم